موسيقى 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 الدولة تدار بطريقة مركزية انه هو فيه شخص عارف مصلحتنا وهو التعبان علشانه هو بالعكس هو بيحرق نفسه كشخص وهو في الآخر مهما نبوتي من طوا ومن عالم هو شخص انما لما نيجي نستخدم التمانين مليون من عدم كرسيد في العقل والابتكار والإداع والطاقة اللي وضوح يختلفتم هكي موسيقى قرية في وسن الدلتا احنا بنتكلمش على صحرا بمنتكلمش على صحرا اللي إحنا نزود مساحة الرقعة الزراعية بتاعتنا اللي بنتكلموا على الأراضي اللي هي المفروضة أجداد أجدادنا كانت نزرع بها طول عمرها الأراضي دلوقتي الأراضي اللي هي المساحة البسيطة اللي إحنا بنزرعها اللي ما نجيبش 7 مليون فدان دي دي كمان بتتدمر شباب عنده طاقة عنده أفكار عنده إبداع بس مش قادر لحول الطاقة دي في حاجة مفيدة نقولنا دايماً بنتكلم على إيه على إحنا بنحمل المبادئ بنحمل قيام الصدر نحن عايزين إبعاد عايزين الحام صح؟ بس مش قادرين نترجم الكلام ده ده حالي في نفس الوقت في ناس تانية خطارها خطار مصالح مجرد اللي هو الإخوان أو الحزب البطني اللي هو إيه؟ أنا اللي هحاكلكم أنا اللي هشارقكم أنا هحاجب بجرد متجاهزة أنا هحاجب بجرد مش عالف إيه ويقولنا إنتو مش فامين الناس اللي على الأرض محتاجة إيه إنتو بتتدبروا عليهم لا نحيا إحنا محتاجين عقلي العمل بحزب بصالح مبين إنا في مين دولت ساعات كتير شباب من ننا ويوصلوا بالدرجة إبنهم ما يتحولون زي ما يتحولون ده الوقتين هو بقيت بياشي بالشعر هو إنت شعر عميد إنت شعر بجاهل إنت شعر مش عالف إيه صح؟ ويكفر بالشعر ويكفر بالمنظومة ويبدأ يمحازف أو يفكر ينزل في المظاهرة وهو عارف إنه هو لقدر الله ده بقيت بقيت المظاهرات يعني إنه بيحصلوا حاجة منهوش دية يعني انا مش داد المظاهرات على فكرة المعادة دية ويبطع المنزل شورك ويعمل بس فكرة بس إن إيه؟ هي سلاح سلاح لازم تعرف إنت تستخدمه ومش بتستخدمه عمال عالم الطاقة هي آلية بتحقيق مبادئ وتحقيق أهداف مش بتستخدمها ما هيش آلية اللا